بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهيشري سنواصل شرح مقارن كيمياء عضوية واحد وسنمر إلى الجزء الخامس من المحور الثاني حيث سنقوم بشرح ظاهرة الرنين إن عدم تمركز الإلكترونات وتنقلها خلال الروابط تؤدي إلى ظهور ظاهرة الرنين مما يؤدي إلى إحداث تنظيم جديد الإلكترونات داخل المركب مع الحفاظ على هيكل المركب وكل تنظيم جديد الإلكترونات يمثل شكل ميزوميري جديد أو مماكب لتحرك الإلكترونات داخل المركب العضوي يجب وجود هيكل بنائية محددة فمثلا في المثال الأول يجب وجود مثلا إلكترونات باي مترافقة مع رابط سيجما وإلكترون باي مثال الشكل التالي خلال وجود هذا الشكل يؤدي ذلك إلى تنقل إلكترونات وهذا سببه التدافع الإلكتروني بين الكثافة الإلكترونية الموجودة في الروابط باي التالية هذه رابط باي وهذه رابط باي إذن نتيجة لهذا التنافر بين الإلكترونات تؤدي إلى ابتعادها عن بعض مما يؤدي إلى تنقل الإلكترون إلى هذا الاتجاه إلى هذا الكاربون وبالتالي يؤدي إلى ظهور شحن موجب على هذا الكاربون والظهور شحن سالب على هذا الكاربون وجود الشحن الموجب على هذا الكاربون الكاربون هذا الكاربون يؤدي إلى انجذاب هذه الكثافة الإلكترونية إلى هذا الكاربون وبالتالي يؤدي إلى ظهور تنظيم جديد إلكتروني كما تلاحظون في الشكل التالي وظهور شحن سالب على هذا الكاربون على الجانب الأيمن كما شرحنا سابقا وهنا ظهور الشحن الموجبة وتنقل هذا الزوج الإلكتروني يتنقل لتكوين رابط بين هذا الكاربون وهذا الكاربون كما تلاحظون هنا في هذا الشكل هذا التنظيم الجديد للإلكترونيات يسمى شكل ميزوميري ثاني هذا شكل ميزوميري ثاني وهذا شكل ميزوميري أول نمر الآن كذلك إلى الهيكل البناء الثاني الذي يمكننا من تحرك الإلكترونيات والمتمثل في وجود إلكترون باي مترافقة مع رابطة سيجما ثم شحنة موجبة كما هو الحال بالنسبة لهذا الشكل تلاحظون الرابطة باي ثم الرابطة سيجما ثم شحنة موجبة الشحنة الموجبة هنا ستقوم بجذب هذه الكثافة الإلكترونية الموجودة في الرابطة باي وهذا طبيعي جدا مما يؤدي إذن إلى ظهور شحنة موجبة على هذا الكاربون كما تلاحظون في الشكل الثاني هنا وتنقل بتبع الحال الرابطة باي إلى الكاربون من هنا إلى هنا من هذا الكاربون وهذا الكاربون إذن تصبح رابطة باي في هذا الشكل ونتحصل بالتالي على الشكل الميزوميري الثاني بتبع الحال هذا الشكل الميزوميري الأول كما يمكن أن نتحصل على تنقل إلكتروني إذا كان لدينا هيكل بنائي يتمثل في وجود إلكترون N للرابطة أو زوج إلكتروني حر مترافق مع رابطة سيجما وإلكترون باي حيث أن هذا الهيكل يؤدي كذلك إلى تنافر إلكتروني بين الكثافة الإلكترونية للزوج الإلكتروني الحر مع الزوج الإلكتروني الرابطة باي هذا التنافر بطبيعة الحال يؤدي إلى انكسار الرابطة باي وبطبيعة الحال إذا تصبح هذا الكاربون سالبة وتصبح هذا الكاربون موجبة إذن كما تلاحظون هنا كاربون سالب هذا الكاربون إذا أصبح موجب سيقوم بالتالي بسحب هذه الكثافة الإلكترونية مما يؤدي إلى خسران النيتروجين لإلكترون ويصبح بالتالي موجب وتصبح لدينا هنا رابطة π كما تلاحظون هنا